بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ يا شباب بإذن الله شبطر جديد في البسولجي بعنوان النيوبليزيا أو التيومارس قبل بنبدأ في الشبطر عاوزين بس نعرف الشبطر هيمشي ازاي احنا بإذن الله هنشرح الشبطر فيه فيديوهين او محضرتين هنشرح فيهم يعني التيومارس ديت يعني تعرفها ايه انواح ايه الاسباب مثلا لتؤدي لحدوث التيومارس ايه مواصفات الورم الحميد وايه مواصفات الورم الخبيث بناخد معلومات عامة عن التيومارس انما ان احنا نمسك كل تيومارس وندرسه بالتفصيل ده بإذن الله يكون في الميديولات التانية يعني مثلا لما ناخد ميديول الجاري تي بإذن الله في سنة تانية هتاخد التيومارس اللي بتطلع من الجاري تي وتدرسها تاخد كل تيومارس بالتفصيل تاخد مثلا في الصبيرات والسيستم بإذن الله في التاني نفس الوضع هتاخد التيومارز اللي تبع وهكذا بناخد التيومارز اللي تبع كل سيستم بعد كده بندرسه إنما إحنا هنا كجنرال باسولوجي بناخد معنومات عامة الأول ونعرف إيه هي مواصفات التيومارز دي تمام فبنبدأ كده بإذن الله الشبطر بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم وركز يلا معاي نيو بليزيا يعني إيه كلمة نيو جامل كلمة نيو يعني جديد بليزيا يعني نمو فنيو بليزيا معناها نمو جديد نمو جديد لإيه ليه الخلايا الخلايا بتعمل بروليفيريشن بتؤدي إلى تكوين كتلة من الأنسجة تكوين ماس أوفاتيشو الماس أوفاتيشو بسمها لك تيومر أو نيو بلاسم اللي هي الكلكاع اللي تكونت دي بسمها لك وراء نيو بلاسم أو تيومر يبقى إيه تعريف النيو بلاسم أو تيومر هو عبارة عن ماس أوفاتيشو حصلت بسبب إيه حدوث بروليفيريشن أوف سيلز إيه مواصفات البروليفيريشن أوف سيلز هتقول لي خمس مواصفات لأنه هو مش أي بروليفيريشن ده البروليفيريشن اللي حصل ده هوت أدى لتكوين ماس أوفاتيشو بسمها لك تيومر أو نيو بلاسم لازم يكون ليه خمس مواصفات يكون أب نورما يعني غير طبيعي يعني زايد عن الحد يعني غير متوازن وغير متوافق مع بعض وطنمص يعني تلقائي تلقائي كده شغاله واحده فجأة كده ببوصلس يعني بدون أي هدف ملوش أي لازمة اللي حصل يبا تاني لما تذكر التعريف هتقسمه هتقول يعني تيومر يعني ماس أوفاتيشو حصل بسبب إيه؟ بروليفيريشن أوف سيلز إيه مواصفات بروليفيريشن؟ خمس حاجات أب نورمال اكسيزيف أنكو ارديني تد أوتونيماس بروبوسلس بروليفيريشن أوف سيلز طيب إيه التأسيمة التيومرز ديت على حسب البيهيفور بنأسيمها على حسب البيهيفور إلى ثلاث أنواع أول نوع بناين تيومرز تاني نوع ماليجنان تيومرز تالت نوع لوكالي ماليجنان تيومرز ورم حميد بندي علام سال عشان نفهمها كويس هي الحسنة وخدناها في الشبطر الأول اللي هي النيفاس الحسنة ديت اللي عنده كل الناس دي عبارة عن ورم حميد بناين تيومر إيه مواصفاتها؟ سلوك روين يعني بتنمو ببط شديد الحسنة ديت مش بتكبر يعطبق فدية سلوك روين لوكاليز يعني بتفضل في مكانها مش بتنتشر لمكان تاني هل الحسنة ديت بيتموت الواحد يعني ولا بتضوره مش بتعمله أي حاجة خلص cause nothing to the host قدر مواصفات البناين تيومرز تمام يبقى سلوك روين لوكاليز cause no thing to the host تمام بعد كده نخش في الماليجنانت تيومرز ماليجنانت تيومرز يعني ايه؟ يعني ورم خبيس لوكالي ماليجنانت هي هيها الماليجنانت برضو ولكن ايه؟ اسمها لوكالي ماليجنانت يعني بتكون لوكاليز يعني في مكانها مش بتنتشر انما الماليجنانت بتنتشر وهما الاثنين بيحصلوهم ايه؟ برولي في ريت رابتلي يعني بينمو بسرعة كبيرة لان هما الاثنين ماليجنانت تيومرز النمو بتاعهم عالي تمام الماليجنانت تيومرز سبريد صروق او تزابودي بينتشف في الجسم كله واحد مثلا عنده ورم خبيس او واحدة مثلا عندها في البرست بعد فترة التيومر ده هو بينتشر بيروح مثل لفا بيروح البود بيروح البرياء ليه؟ لانه هو ماليجنانت تيومر انما البنايز كان لوكاليز ما كانش بينتشر اللوجة لماليجنانت زي الماليجنانت بالزبط ولكنه مش بينتشر في الجسم كله فقط في الانسجة اللي حواليه بيعملها انفاجن ويضمرها زي انفاد اندي دستوري زي سفروندينج تيشوز مش بيعمل ديستانت سبريد يعني مش بينتشر في الجسم كله في تيومر في البرست هيفضل في البرست في تيومر في المكان فلان هيفضل في المكان فلان ولكن هو تيومر ايه؟ ماليجنانت فاضل في مكانه بسمولك لوكالي ماليجنانت دار؛ المالجنانت هو اللوكالي مالجنانت بالظبط معادى ان اللوكالي مالجنانت مش بينتشف الجسم بيفضل في مكانه الانسجة الحوله فقط ت��의مكن جدا مثال على اللوكالي مالجنانت اليوم اولي هو complete DESEL amo وه GeschBuilds Human pomdom上 المالجنانت الممكن يبقى يوتو الشخص بسمهم لك يبقى كانسر منصوط بمين اللي هو الورم الخبيس كانسر يعني سرطان اللي هو الورم الخبيس منصوط بين كده تمام كل اللي احنا خدناه ده مش بيجي في الامتحانات أصلا يعني الديفنيشن مش بتسهل فيه في الامتحانات تبس يعني اعرف ان البرولف ريشل لخمس مواصفات وعرفه الحتة البنين دي يعني مش هتسهل فيه الحتة المهمة فعلا مهمة وان اللوكا لماليجنات مش بيعمل سبريد صروق أو تزابودي بس كده تمام انما بقيت الكلام يعني مش بيجي في الامتحانات أصلا بعد كان نخش فيه عنوان جديد اسمه نامينج أوف تويومرز بس بسميلك تويومرز دي ازاي والله على حسب السينزوف أفجين يعني تويومر طالع منين بالزبط وعلى حسب البيهيفور هل هو بناين ولا ماليجنات تويومر تعال كده نشوف قبتلك لو تويومر ده هو تطالع من connective teacher يابعو ضيف كلمة ايه اوما مقطع اوما بذيفه في الآخر في آخر الكلمة بشوف هو طالع منين وحط الاسم اللاتيني واضيف كلمة اوما مثل مثل لو طالع من fibữ stitch fibres it باللاتيني اسمه fibro طيب ما ده عبارة عن connective tissue وبنين تويومر يابعو اضيف كلمة اوما يابعو هيكون اسمه يعني ايه فايبروما يعني طالع من طيب لو كان مليج ننتيومر وطالع من برضو يبقى هضيف المقطع ساركوما يبقى لو من هيكون يعني مليج ننتيومر طالع من عبارة عن عبارة عن عبارة عن عبارة عن ده كله امثلة ليه المزنكايمل تيشر او كونكتف تيشر يبقى ثاني لو الطيومر طالع من هشوف هل هو بناين هضيف المقطع اوما هل مليج ننت هضيف المقطع ساركوما تمام لو الطيومر ده هو اطالع من ابسيليا الارجين ابسيليا الارجين الابسيليا اللي عبارة عن نوعين سيفس و جلانديولا سيفس ايبسيليا الارجين و جلانديولا ابسيليا الارجين او بنسمهم يعني ابسيليا الوجلانديولا على طول ساعتها هشوف برضه هل هو بناين ولا مليج ننت لو طالع من ابسيليا و بناين باضيف ايه بابل لوما هند люди par May انق loops لو طالع من الاسكويما السل وهو بناين يا بقى اسم التوامى عائل اسكويما السل بابل لوما طيب لو كان مليجننت بطلع من إبسيليا أو طلع من السكورما السيل يبقى بسمه لك السكورما السيل كارسينوما بنضيف كارسينوما يبقى ثاني لو طلع من إبسيليا الأورجي بناين هضيف بابلومة في الآخر لو كان مليجننت بضيف كارسينوما في الآخر طيب لو طلع التومار دوت من جيلانديولار أورجي بضيف لو هو بناين بضيف أدينوما ولو هو مليجننت بضيف أدينو كارسينوما ثاني بنعد ثاني لو احنا عندنا ممكن يكون التيومر نوعين بنين وماليجنة بشوف هو طالع من المصدر بتاعه اي هل طالع من كنك تفتشه ولا طالع من إبسيليا ولا طالع من جلاند لو طالع من كنك تفتشه بضيف أومة لو هو بنين وبضيف ساركومة لو هو ماليجنة لو ليه إبسيليا الأورجين بضيف بابلومة لو هو بنين وبضيف كارسينومة لو هو ماليجنت لو طالع من جلانديولارتشو بضيف أدينومة لو هو بناين وبضيف أدينو كارسينومة لو هو ماليجنت تمام ودي الأمثلة طبعا يعني أمثلة كده للتدريب وكده احنا خلصنا التسمية بتاعت التيومرس بعد كده في حاجة اسمها كاشيكزية يعني كاشيكزية هي حالة يعني مجموعة من الأعراض بتكون عند المريض اللي هو عنده كنصر ورم خبيس في مراحل متقدمة من الكنصر بتصعب عليه شوط أعراض كده بسمهم لك كاشيكزية يعني كاشيكزية ده حالة الجسم كلها مجموعة من الأعراض بيكون فيها اه كتب لك مركض ويستنج بيحصل فيها ديكريز في البوديويت وزن الجسم بيقل بيكون عنده ويستنج بيكون معاه ويكنس بيكون أنوريكزية يعني لوزوف أبطايت نفسه مزدود عن الأكل وبيكون عنده أنيميا يبا الأعراض ده كلها بتكتمح كده بسمها لك كاشيكزية تعال كده نشوف صورة اهي دي الكنصر كاشيكزية عبارة عن ايه عبارة عن لوزوف بوديويت عنده مصر ويستنج وبالتالي عنده ويكنس ولوزوف أبطايت ما بيكلش وبالتالي عنده أنيميا ده كلها أعراض بسمها لك كانصر كاشيكزية هنا نفس الوضع وعملها لك بردو سكرية المصر ويستنج عنده لوزوف أبطايت وعنده أنيميا وعنده لوزوف بوديويت ده كلها الأعراض تاني بسمها لك كاشيكزية تمام؟ وده على سؤال هيسألك هيسألك ايه هي الماركت ويستنج منفستة ومعاها ويكنس وانوريكزية وانيميا بسمها لك كاشيكزي كده بالنسبة لأول صفحة ايه الأسئلة اللي بتيجي فيها في الامتحانات مش بيجي غير آخر حتة بس دي حتة التسمية دي يعني للفهم وهتتكرر معك بعد كده وبإذن الله تتزبط احفظ بس لو هي طالعة منين بسمها ايه ولو هي طالعة منين بسمائي وهكزي بس كده ويعرف الفهم ما بين الماليجنانت واللوكالي ماليجنانت تمام نخش بإذن الله في الصفحة التانية وفيها مقارنة ما بين البنين وما بين الماليجنانت تيومرز من حيث الجرس بكتشا البنين تيومر سيفاوند باي فيبرستيشو كابسول فيبرستيشو كابسول إنما الماليجنانت ملهوش كابسول هو بص غالبا يعني البنين تيومرز كلها اعرفها مثلا والماليجنانت هتكون عكسه يعني أي معلومة هولا لك في البنين هتكون عكسها في الماليجنانت على طول البنين ليه كابسول الماليجنانت ملهوش كابسول تعالي كنا نشوف الصور أهو البنين ليه كابسول لونه لبن شوي إنما الماليجنانت ملهوش رقم اتنين كاتب لك إن البنين will define margins لا حدود كده حدود بتعرف يعني ايه تحددها إن دي حدود بتاعة الطيومة إنما الماليجنانت بيكون داخل في وسط الأنسجة مش بتعرف تحدد الماليجنانت الطيومة بالزبط يعني بقيل defined margins بعد كده كتب لك إن البنين مفروش هيمورجيو نكروزيس إنما الماليجنانت بيكون فيه هيموريج وبيكون فيه نكروزيس وبيكون فيه كمان distrofe تمام لإن بيحصل نكروزيس وديه تشوز وبتاع وبالتالي هيحصل فقط رسم ليه الكالسيب جبه كده أول خانة في الجدول من حيث جروز بكتشا إن البنين لها كابسول والدفاين دمارجينز ما فيهاش هيموريجيو نكروزيس إنما الماليجنانت ما لهاش كابسول الدفاين دمارجينز فيها هيموريجيو نكروزيس وديستروفي كتشفيجيشن كده تمام من حيث الميكروسكوبك بكتشا البنين تيومر كتب لك سلز شو ديفرنشيشن يعني أيش هوladıفرنشيشن يعني مثلا لو أنا عنده تيرومر طلع من لسكن يبقى الخلايا بتاعته تيرومر هتكون شبيهة بالخلايا بتاعت naming ال Moo March لو التيرومر مثلا طلع من لسطمق يبقى الخلايا بتاعت التيرومر تحت الميكروسكوب هتكون شبيهة بدرجة كبيرة للخلايا بتاعت النصطمق إنما الماليجنانت تيرومر العكس يعني الخلايا بتاعت الطيومر اللي طالع في الاسكن مش شبه الخلايا بتاعت الاسكن خلايا غريبة كده دي بسمها لك تمام تاني معلومة كاتب لك ان السنز بتكون وشبه بعضها إنما في الماليجنة السنز بتكون يعني مختلفة في الشكل والحجم في البنائن يعني الخلايا والنيوكلياس إنما هنا الخلايا والنواة في البنائن يعني الانقصام بتاع الخلايا بيكون ما نقال ليسا إليك في الصفحة اللي قبلها قلتلك إنما هنا كاتب لك بيكون وهنا بيكون يعني في حاجة اسمها بتكون موجودة في الماليجنة بس ومش بتكون موجودة في طيب يعني أصلا هي عبارة عن اتحاد مجموعة من الطيومر سلز مع بعضه طيومر سل وطيومر سل وطيومر سل شوية خلايا كده من الطيومر سل بتجتمع يجتمعوا مع بعض بيعملوا لخلية كبيرة بسمها لك طيومر جيانت سل بتكون يعني فيها نوية كتيرة هي خلية كبيرة تمام الخلية الكبيرة ديت مش بتكون موجودة في البنائن الطيومر ولكن بتكون موجودة بكسرة في الماليجنان تيومرس بعد كده آخر واحدة اكتب لك الانتر سلولار سابستانسز بتكون بريسنت في البنائن وبتكون غيبة في الماليجنان يعني انتر سلولار سابستانسز لا المواد اللي بتكون ما بين الخلايا انتر يعني بين الخلايا إنما انتر سلولار يعني داخل الخلية أنا هنا بقول لك انتر سلولار سابستانس يعني المواد ما بين الخلايا وبعضها زي مثل أملاح بقى والفايبرستشو والكلام ده كله بنعيد تاني المايكروسكوبك بكتشا البنين تيومر يعني الخلايا بتكون شبه الخلايا الطبعية التيومر طلع في الاسكن فالخلايا بتاعته تيومر شبه الخلايا بتاعته التيومر طلع في الكولون فالخلايا بتاعته تيومر شبه الخلايا بتاعته الكولون دي بس أماع لك هي بيكون مختلفة عن الخلايا التي نظر فيها في البناين السيلز بتكون بطريقاً وبتقول إنما في الماليجننت العكس الخلايا كبيرة وفيها بليوموفيزم يعني اختلاف في الشكل والحجم وبتقول البناين الميتوزيس انقسام الخلوي يعني بيكون قليل وطبعاً مثل أي خلايا إنما في المالينت بيكون كتير هنا التيرومر géية upgrades إنما المالينت تيرومر زل انتر بتكون بيكون slough ودي احنا عفيني. هناك العكس. في البنائي. انما الماليجنا تترمر جرو باي انفلتريشن. الفهم ما بين وما بين الانفلتريشن. ديت يعني الترمر بيكبر لوحد وكده ما بيخشش في الخلايا اللي حواليها. لا هي مجموعة كده من الخلايا مع بعضها. خلاص وغيبة من بعضها كده وما لهاش علاقة ما بتخشش وبتعملش تداخل مع الانسجة اللي حواليها. دي اسمها اكسبانش. انما يعني غزو. يعني غزو الخلايا بزي بتنضي. معنى مثلا ايه? بتتحشر كده في الانسجة اللي حواليها. خلاص زي مثل صورة دي كده. ديت الخلايا بتكبر مع نفسها ايه? دي اسمها اكسبانش. انما ديت كله داخل في اللي حواليه. كده تمام. ديت زي الحسنة مثلا. انما دي بتعمل بتنتشر في الجسم كله. يعني الحسنة ديت لو مدايقة واحد مثلا. وشالها بعملها جراحية مش هترجح تاني. انما لو فيه ماليج نانتوتيومر وتشال ممكن يرجح تاني. ممكن وممكن. بعد كده كاتب لك اللي الحسنة ديت مش بتضمر الانسجة اللي حواليها ولا حاجة. انما الماليج نانتوتيومر بيدمر الانسجة. يعني لو طالع في البون ممكن يضمر البون. لو طالع في اللستومك ممكن يضمر اللستومك خالص. تمام? قدي من حيث البيهيفور. يبقى احنا كده خلصنا نص الجدول. جرس بوكيتشار ميكروسكوبك بوكيتشار والبيهيفور. نخش بعد كده في اخر حاجة معانا هي ايه تأسيرات الحسنة ديت او البيهيفور. والله يموكيب كده. تضغط على الفايتل الفايتل استراكتشار. يعني مثلا لو طالح في البيران. هو عادي يعني مش هيأثر. هو ولكن الحجم بتاعه ممكن يكبر. ممكن يضغط مثلا على اللي حواليه. فديت زي بريس فيتل استراكتشار. ممكن يعمل او بستراكتش او بستراكتش الناتشورال بيسنجي مثلا. يكون برضو طالح في البيران مثلا في الثرد فينتريكل او الفورس فينتريكل ويسده لخالص. او ممكن بناين تيومر طالح في البتيوتر جلاند مثلا لالغدة. اللي الميستر اللي بتتحكم في وظيفة الغدة دي التانية. ممكن يطلح في بناين تيومر يؤدي لزيادة افراز الغدة للهيرمونات. فالتيومر بيفرز هيرمونات. يبا ريليس هيرمونات. او ممكن التيومر ده يتحول لمالكنا انت بعد كده. يبا دي التأثيرات بتاعت البناين تيومر. هو مش بيعمل اي دستراكشة للتشور. ولكن ممكن يضغط على اللي حواليه. بسبب حجمه. ممكن يسد اي مصاب مثلا. يعني مثلا بناين تيومر طالع مثلا في الكولو. بس كبير. فممكن يسده الكولو. ممكن يطلح في اي غدة ويؤدي الى افراز هيرمونات. او ممكن يتحول بعد كده الى مالكنات تيومر. طيب ايه بتاعت المالكنات تيومر بيكونوا ايه دائما دينجراس. ولتلك في البداية خلص ان هما اصلا ممكن موته الشخص. ليه? لان هما بيعملوا 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 بيانتشو في الجسم كله. وبيعملوا الحالة اللي ولتلك عليها الكاشيك زي. اللي هي الصورة دي. الشخص بيكون عامل كده. عنده وانيميا وويكنس ووستنج والدينيا بايز عنده خالص. ممكن تموته. ممكن بتعملوا بيان بتعملوا يعني بتبوصوا الدينيا خالص. لكده الحمد لله خلصنا مكارنة ما بين البنان تيومر والمالكنات تيومر. دي بتتسأل فيها زي في يعني ممكن يسألك ايه اسئلتها مش كثيرة. لان هي معروفة يعني. انت ممكن تحفظ البنان تيومر وتعكس الكلام في الماليجننت او العكس. خلاص البنائن ليه كابسول ماليجننت ملهوش. البنائن والدفاين دي ما فهاش ماليجننت فيه هنا الخلايا صغيرة وشبه بعضها والنواة صغيرة. انما الماليجننت النواة جميرة ومختلفين في الشكل والحجم والخلايا كذلك. هنا ميتوزيس قليل نوات الميتوزيس كتير. تيومر جيننت سين مش موجودة في البنائن انما موجودة في الماليجننت. انت تفصيله بتكون موجودة طبيعي خالص في البنائن ومش موجودة في الماليجننت. من حيث مثلا هتعرف في ايه? عرفنا يعني ايه? الفهم ما بينهما بين تمام? بس كده يعني ما والتأسفات بتاعتهم ديت برضو يعني عادي. فديت مش علاقة سئلة اكتفة اللي بتحنقت. بعد كده بازن الله نخش فيه ماليجننت تيومرس. ايه المواصفات بتاعت ماليجننت تيومرس ديت? فاكة. المواصفات بتاعت الديسبلجيا والتلك مهمة جميلت. وهناخدها بعد كده في تيومرس. اهي ديت. جي وقتها هوت وبناخدها تاني في شبطة في تيومرس. دي متشابهة جدا مع التغيبات اللي في الديسبلجيا. اولا بيحصل هي بيحصل سيلولاب بنيومبفيزم. يعني سيلولاب بنيومبفيزمي يعني اختلاف في الشكل والحجم بتاع الخلي. وبيحصل نيوكلياب بنيومبفيزمي. يعني اختلاف في الشكل والحجم بتاع النواة. ادي كده اول حاجتين. نيوكلياب بنيومبفيزم ونيوكلياب بنيومبفيزم. نيوكلياب بنيومبفيزم. لا اسمي تاني مش مكتوب عندك اكتبه اسمه اسمك دهوت سوانا هي تنزوتي ده اسمي تاني ليه نيوكليوزيز ده اسمي تاني ليه تلاته بتحصل النواة بتقبه النواة بتقبه وبيحصل يعني زيادة الكروماتين بداخل النواة بسبب زيادة تصنيع الدين ايه ولتلك ان الخلايا بتنقسم بسرعة وبالتالي لازم يكون في معدل انقصام كتير بالميتوزيز كتير فبيزيد تصنيع الدين ايه وبالتالي بتزداد بيزداد الكروماتين في النواة وبيحصل هايبر كروماتيزم النواة نتيجة لذلك بتبني انها غمقى شوي لان فها كروماتين كتير النسبة ما بين النواة والسيتو بلازم بتزيد لحد ما تكون واحد الى واحد اللي هي الان سي بيشيو اللي شرحناه في الديس بيشي بتزيد لحد ما تكون واحد الى واحد الطبيعة بتاعتها زي ما احنا عارفين كانت واحد الى خمس تمام وكما ببعض بيحصل شوية تغييرات في النواة ان المالك بيكون لها اللي هي النواة داخلها فبتكون واضحة وزهرة بعد كده رقم خمس اباندنت ميتوزيس يعني ميتوزيس كتير وبيكون ابنورمال رقم ستة لوزوف بولاريتي ده احنا عارفينها من الديس بيليجة يعني لوزوف بولاريتي يعني النواة الطبيعي ان هي بتكون قريبة من البزمنت ميمبران لا ده هي بتبدأ تبعد عن البزمنت ميمبران لما تبعد بسمها لكه لوزوف بولاريتي رقم سبعة والاخيرة هي تيومر جيانتي سينز بتكون موجودة تيومر جيانتي سينز في المالك نانت تيومرس وعرفنا يعني ايه يعني هي عبارة عن مجموعة من الخلايا بتتحد مع بعضه وبتكون مالتي نيوكلياتي جيانتي سينز كده احنا خلصنا السيليولار كريتيريا للمالك نانت تيومرس مهمة سؤال فيتن في الامتحال اكتبهمني سبع حاجات سيليولار بنيومورفزب نيوكليار بنيومورفزب ونيوكليار اللرجة من توهايبر كورماتيزم بسبب زيادة تصنيع الدين ايه وبتزيد الاني سي بيشيو لحد ما تكون واحد الى واحد بيحصل بعض التغيرات في النواة زي مثلا بيكون في ايه برومنانت نيوكليولوس والميتوزيز بيكون كتير عندنا نوزوف بولاريتي وبيتكون التيومر جيانتي سينز بعد كده بنخش في اخر عنوان معنا في المحاضرة ابيديمولوجي اوف ماليجن انت تيومرس يعني ايه؟ يعني ايه هي التيومرس الاكثر انتشارا في المال او الفيميل ايه اكتر انواع من التيومرس مشهورة سواء في المال او الفيميل في المال الكارسينومة اوف بورستي دي رقم واحد رقم اثنين بعدها القارسينومة للانج والبرونكاس رقم تلاتة القارسينومة للكولون والريكتر يبقى البورستي دي رقم واحد لانج وبرونكاس دي رقم اثنين والكولون والريكتر رقم ثلاتة من حيث الاكثر انتشارا الى الاقل انتشارا تبقى في المال البيبست بدل البيبستي ما فيش مثلا واحد روح يكتب دي مكان دي مثلا او كده لا هتشيل بروستيت و هتحط مكانها البرست و تكمل التانيين وبعدها برونكس وبعد كده بتتسهل فيها ازاي هيقولك مين اكتر انواع مشهورة في الميل هتكتبها من اكتر انواع مشهورة في الفيميل هتكون كده تمام احنا كده الحمد لله خلصنا الجزء الاول من الشابتر او نص الشابتر بالزبط احنا عندنا خدنا الديفينيشن وعرفنا هو ماس اوف تيشو بيحصر نتيجة البرول في ريشن اوف سيلز وعرفنا البرول في ريشن لخمس مواصفات وبعد كده خدنا انواع تيومرز على حسب البيهيفور اللي بناين ماليجننت و لوكالي ماليجننت عرفنا ان لوكالي ماليجننت هو هو الماليجننت بالزبط ولكن مش بيعمل ديستانت اسبريد او مش بينتشف في الجسم كله اللي خدنا التسمية بتاعة التيومرز وعرفنا بتشوف هي طالع منين وبعد كده ضيف المقطع على حسب هل هو بناين ولا ماليجننت لو طالع مثلا من هتشوف هل بناين هتضيف ادينوما هل ماليجننت هتضيف ادينوكارسينوما وهكذا بعد كده عرفنا حاجة اسمها كاشيكزة دي مجموعة من الاعراض بتصهر للناس اللي عندهم ماليجننت تيومرز بعد كده خدنا مقارنة ما بين البناين والماليجننت تيومرز احفظ مثلا بناين والماليجننت هتكون عكسها بالزبط بعد كده خدنا للماليجننت تيومرز من اهم مأسلة المنهج سبع حاجات تحفظهم زي اسمها سلولار بليومورفيزم نيوكليار بليومورفيزم ونيوكليار اللارجي منتقاند هايبر كروماتيزم وبتزيد الان سي راشيو بيحصل او بيكون عندي برومننت نيوكليولاس والميتوزيز بيكون كتير ابنورمال لوسوف بولاريتي يعني النواع بدل ما تكون قريبة من البازمينتي ميمبران لا ده هي تبدأ تبعد عن البازمينتي ميمبران رقم سبعة تكوين التيومر جيانتي سيلز وهي عبرها عن مالتي نيوكلياتي جيانتي سيل بسبب اتحاد مجموعة من التيومرز السيل مع بعض اللي ايه بيديمونجي اللي الملك ننتوتيومرز في الميل اكتر نوع منتشف هو البرست في الفيميل اللي هو البرست ورقم اثنين وثلاثة شبه بعض في الاثنين اللي هما اللانج والبرونكس والكولون والريكتر كده الحمد لله خلصنا محاضرة النهاردة وبإذن الله محاضرة بسيطة يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته